صحيح أن ووهان الصينية هي المنشأ الأصلي لفيروس كورونا إلا أن مناطق أخرى في العالم أنشفت سلالات أخرى من كورونا فالمملكة المتحدة ظهرت فيها سلالة قال عنها الخبرها إنها أكثر قابلية للانتقال من نسبة 70% مقارنة بسلالة الأصلية ما يعتقد أنه السبب وراء زيادة الإصابات هناك وتربع المملكة على صدارة الإصابات والوفيات أوروبيا هناك سلالة ثالثة ظهرت في جنوب إفريقيا أطلق عليها اسم E484K ولكن لا يوجد دليل يشير إلا أن هذه السلالة أكثر خطورة من الفيروس الأصلي سلالة ثالثة من الفيروس ظهرت في المنطقة الجنوبية الشرقية لكينيا تتميز بتحور فريد في الأحماض الأمينية ولكن الخبراء يقولون أن هذا التحور له تأثير ضئيل على المصابين أما في البرازيل فقد تم اكتشافه نوع جديد من الفيروس ظهر على أربعة أشخاص سافروا من ولاية أمازوناس إلى العاصمة اليابانية توكيو في وقت سابق من هذا الشهر السلالة البرازيلية هذه انطوات على 12 طفرة حتى الآن ولا يعرف سوى القليل عنها إلا أنها شديدة الفعالية في نقل المرض السلالات الجديدة تتشارك في الأعراض الرئيسية للمرض وهي ارتفاع درجة الحرارة والسعال وفقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق معظمها لا يختلف جذريا عن السلالة الأصلية لكن باحثين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى خطورة هذه السلالات قبل انتهاء الاختبارات العلمية عليها شكرا للمشاهدة